اشتركوا في القناة شهر محرم الذي نجى فيه الله تعالى نبيه موسى عليه السلام والمؤمنين معه واغرق فيه فرعون وحزبه اليوم الذي قال فيه رسول عليه الصلاة والسلام فنحن احقوا واولى بموسى منكم فصامه وامرنا بالصيام النهاردة حنسترجع اهم الاحداث الدينية العظيمة التي حدست في مسل هذا اليوم وحنتكلم عن فضل صيام تاسعاء وعاشراء ومعانا يا فضيلة العالم الجليل الشيخ رمضان عبد المعيز برحب بفضلتك اهلا وسهلا اهلا وسهلا والله سهلا طيب ياخر بحيب شهر الأشهر الجميلة لكي نلتقي على طول كده ويبقى فيه بيننا الحوارات الجميلة واللقاءات الجميلة ومن لا يعرفها في الشيخ رمضان الرجل ده رجل عالم جليل يقول فيفعل الرجل ده يقول فيفعل وما أحواجنا لهؤلاء العلماء الأجلاء الذين يقولون فيفعلون لأنه كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم وأرحب أيضا بالمنشد الديني الشيخ محمد السهاج أو مرة بيشرفني في البرنامج لكنك لك يعني صوت جميل ربنا يا كرم والشيخ محمد معتمد في الإذاعة كمان ربنا يا كرمك يا أهلا كل سلام حضراتك وطيبين نهاردة 8 محرم الأربعاء بكرة الخميس تسوعاء والجمع عشراء وإن شاء الله كده أيام خير أمين تبقى خير وبركة على مصرنا الحبيبة وعلى الأمة الإسلامية آمين يا رب أستاذين فضلتك نبدأ بشيخصه هاك بشيخصه هاك بشيخصه هاك يا سعد من زان التقان جواه يا سعد من زان التقان جواه ودعا دعاء فاستجيب دعاه هذه ليالي الخير أرخت مدها بالجود والرحمات يا أواه فامدد يمينك وابتغي نعماءه إن الكريم يجيب من ناجاه بسم الكريم بسم الكريم قصدت وجهك راجيا ما خاب من ناداك يا الله يا سعد من زان التقان جواه سبحانه الله العظيم فما أجمل أن تخرج الكلمات بصوت عذب زي صوت الشيخ محمد بكرة كروسانتات سوعة وعشورة وهي ذكرى عزيزة جدا وعايزينك تحكي لنا حكاية نجاة سيدنا موسى من بطش وجبروت فرعون وقومه وإيه اللي حصل في فرعون وربنا عمل فيه إيه وده درس مهم ده درس مهم وكيف نجا الله سيدنا موسى بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلي على سيدنا محمد جميل الذات وكامل الصفات وسيد السادات ونور الموجودات صلي يا ربي على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلي عليه ما تعاقب الليل والنهار اللهم صلي عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار المهاجرين والأنصار وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم آمين آمين تحية حب واحترام وتقدير لمشاهدنا الكرام والحضرتك يا دكتور عمر فضلت الشيخ محمد كل عام وأنتم جميعا بخير كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أحرصا وأدوم زي ما تعودنا في بوضوح نحن نوضح للسادة المشاهدين ناخدها خطوة خطوة الخطوة الأولى هبدأ بابتهال الشيخ محمد وهو بيقول في كلماته العذبة الجميلة هذه ليالو الخير هذه ليالو الخير السنة كم شهر يا دكتور عمر السنة الهجرية 12 شهر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم جميل والقرآن حدثنا عن أنها 12 شهر وإن في أربعة حرم اللي هم إيه يا ربنا الأربعة الحرم لأن نبي محمد يشرح لنا ذا بقى اللي هم إيه يا رسول الله الثلاث متواليات ذا القعدة وذا الحجة والمحرم ورجب الفرد الذي بين جمادة وشعبين فالنبي هو اللي وضح لنا شهر المحرم هو الشهر الوحيد يا دكتور عمر اللي في حديث في الصحيح مسلم إيه حن دايما نقول شهر الله المحرم إيه ما تليش حد يقول لك إيه شهر الله رمضان أو شهر الله شعبين أو شهر الله ذا القعدة هي فعلا كلها شهر ربنا بس الحديث اللي جاء في صحيح مسلم أفضل الصيام بعد رمضان أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم الله شوف فهو نسب المحرم إلى إنه شهر الله فقال يعني العلماء يقول لك تبخذوا بالك يا مسلمين ده كون المحرم دون عن بقية الشهور ينسب إلى الله يبقى ده شهر إيه شهر عظيم شهر في باركة شهر في نفحات فهذه ليالو الخير فشمروا عن سواعد الجد ويلا أروا الله من أنفسكم خير ده شهر من الأشهر الحرم ده شهر المحرم شهر نسبه الله إلى نفسه جاء في الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل طيب في شهر الله المحرم عندنا مناسبة رائعة وجميلة اللي هي التاسعاء وعشراء المناسبة الأصلية عشراء اللي هو العاشر من محرم كانت العرب تعظم ذلك اليوم حتى أهل مكة كانوا يعظمون ذلك اليوم ولما هجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة مكة ما كانش فيها يهود أول تعامل للنبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود كان أمامه أمرين يأما يتعامل معهم في بلاد الشام والنبي ما رحاش في أول رحلة تجارية ليه كان عنده اتناشر سنة وكان في كفالة عمه اللي هو أبو طالب أبو طالب حب أن يأخذ سيدنا النبي معاه عليه الصلاة والسلام إلى بلاد الشام عشان يعلمه التجارة وهو في الطريق في استراحة فقابل الرجل اللي يسمى بحيرة الراهب فبحيرة دا قال لأبو طالب ابن أخيك نبيه هذا الزمان فانت رايح بيه فين قالوا أنا رايح بلاد الشام قالوا لا ما طروحش بيه بلاد الشام إن اليهود في الشام لإن رأوه وعرفوه لا يبغنه شرا بيتربص له فرجع أبو طالب بالنبي عليه الصلاة والسلام أو رجع النبي محمد وكمل هو الرحلة بتاعته فالنبي يبقى كده ما رحش الشام يبقى ما تقبلش مع اليهود أول اللقاء لي باليهود كان في المدينة المنورة وكان اسمها يثرب وغير اسمها إلى المدينة فلما ذهب إلى المدينة المنورة وجد اليهود يعظمون يوم عشوراء واتخذوا هذا اليوم عيدا عندهم مناسبة عظيمة عندهم يوم عشوراء فسألهم النبي عن ذلك فقالوا ذاك يوم نجى الله فيه نبيه موسى من فرعون فرقم واحد صامه موسى شكرا لله عز وجل وده في إشارة يا حضرات إن الإنسان يشكر الله تبارك وتعالى بعبادة ربنا منعليك وابنك نجح في الثانوية العام اشكر ربنا بعبادة ايه العبادة دي صل الرحم اطعم الفقراء والمساكين اعمل صدقة هات كتب ابنك والمراجع اللي كان بيستعين بيها وكتب الخارجية وتصدق بيها الحقيبة بتاعته هو خلاص بقى رايح الجمع يعني فيها الرمع كده وحلو اتصدق بيها فسيدنا موسى لما نجاه الله من فرعون وجنود فرعون ومن معه من المؤمنين صام هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى النبي برضو عمل كده عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين صح ولا لا صحيح لما سئل عن ذلك قال ذاك يوم ولدت فيها شوف ونبئت فيه يعني النبي انزل عليه الوحي يوم الاثنين ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين الله يسعدك يا دكتور عمر وانتقل إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين فصامه موسى شكرا لله لهو يوم عشر محرم فصامه اليهود قد يبقى ده اول حاجة انه الانسان بيشكر ربنا بعبادة مش اشكر ربنا بمعصية مش ربنا منع عليه بقرشين او ام جايب كسين وصهرانين يلا جماعة وكل احد يشرب وفرح بشبابك وتهنه لا يبقى ده اول لفتة في هذه القصة اللفتة الثانية ودي عظيمة جدا انه النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن احقوا واولى بموسى منكم ياه ياه تخيل حضرتك يا دكتور عمر انه احنا يوميا في صلواتنا ها وشيخ محمد يشهد على ذلك واحنا بنصالي 17 ركعة في اليوم والليلة بحد أدنى بنقول يا رب اهدنا الصراطة المستقيم صح اللي هو صراطة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين كده الصورة خلصت بس القرآن ما خلصش بعدها ايه الف لا ميم ذلك الكتاب ولا ريبة فيه هدى يلي عايز هداية هو القرآن هدى للمتقين اللي هم مين المتقين ألا الذين يؤمنون بالغيب وجيه في آخر صورة البقرة الامن الرسول بما انزل إليه من ربيه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد الله يسعدك فالنبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا نعم بقول نحن أحق وأولى بموسى منكم الصحابة زمان كانوا أكبر مملكتين الفرس والروم صح لما الروم اتغلبت من الفرس طب الفرس كانوا بيعبودوا النار والروم كانوا أهل الكتاب أريبنا أهل الكتاب دول أريبنا نسيبهم ونتجوز منهم شوف عشان نعرف أن المسلم ما عندوش عداء ما عندوش عداء مع أهل الكتاب ولو طلع واحد عنده عداء مع أهل الكتاب أقوله أنت مخالف لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فغلبت الروم في أدنى الأرض الصحابة زعلوا تبت إيش مزعلكوا يا صحابة قال لك يعني أهل الكتاب يتهزموا من العباد النار اللي بعبودوا النار ودي تبقى حاجة تفرح فالقرآن بيفرحهم يقولي غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ما تقلوش يا مسلمين الروم حيكسبوا في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ركز بقى في اللي جاي ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله شوف سبحان الله فأنا كمسلم كمؤمن أفرح بنصر أهل الكتاب على إيه على عباد الأوثان على عباد اللي بيعبود نار فلما النبي يقول نحن أحقه وأولى بموسى منكم دي رسالة لكل مسلم هات لأي مسلم أيا كان درجة إيمانه ضعيفة ما بيدخلش الجامع ما بيركعاش وأول ما تقوله سيدنا موسى يقف انتباه سيدنا موسى يقول عليه السلام يحب سيدنا موسى هات أي مسلم أيا كان درجة إيمانه لو ما بيدخلش المسجد ويقوله سيدنا عيسى يقولك عليه السلام سيدنا المسيح بينما ستنا مريم البتول أنا دايما لما نطلع مناظرات برا وفي أمريكا وكده وتقولهم احنا عندنا صورة في القرآن اسمها صورة مريم الان سيدة أم المسيح وما عندناش صورة اسمها آمنة أم النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا المسيح ذكر في القرآن أكتر ما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأحنا عايزين نقول أنه المسلم بيحترم ويقدر أهل الكتاب المؤمن في عقيدته أنه يؤمن بجميع أنبياء الله كان عندنا أستاذنا وإحنا بيدرسنا في الجامعة وإحنا طلبة في الأزهر في أول جامعة كان يقول إيه أنا مسيحي أنا أؤمن بالمسيح فأنا مسيحي أنا أؤمن بموسى عليه السلام فأنا موسوي أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فأنا محمدي إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وأنا إبراهيمي أنا نسبة إلى إبراهيم لأني أؤمن بسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء فدي دول الرسالتين ونكمل بعد الفاصل نسمع شخصه نسمع القاهة فرعون الطاغية ربنا أنقذ سيدنا موسى منه إزاي شهر المحرم حين يقبل نحونا تنساب من أعماقنا الزفارات شهر المحرم حين يقبل نحونا تنساب من أعماقنا الزفارات ذكراه ترسم للتجارد مشهدا فيه لمن يرجو الهدى المثلات يا أمتي هذا طريق المصطفى هو عزة وكرامة وحياة الله يبتح لك شكسوه يجي نطلع لفاصل ونعاود التواصل مرة أخرى في هذه الليلة المباركة الجميلة ونحن نحتفل مذكرى عشهر بعد الفاصل الحقيقة من أجمل الأيام الجميلة في الصيام بعد صيام شهر رمضان الصيام في شهر محرم عشان كده دائما نفضل الصيام في عشوراء والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يقول إذا ما جاء العام القادم في أنه سوف يصوم تسعاء وعشوراء عشان نعرف فضل بكرة وبعد بكرة والله يا مولانا النبي عليه الصلاة والسلام لما هجر المدينة ولقاهم بيصوموا يوم عشوراء لأنه ذاك يوم النجى الله فينا بياه موسى من فرعون فقال الجملة بتاعته صلى الله عليه وسلم الشهيرة نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه النبي شكرا لله وأمر بالصيام قال الصحابة أنتوا كمان تصوموا يوم عشوراء ويطلع شوحدون لو ما لسيدنا موسى بقى يا رسول الله فين ده من قرون المشهد ده لا سيدنا موسى تبعنا احنا تبع سيدنا موسى احنا نؤمن بسيدنا موسى صاموا كتير يا دكتور عمر تسع سنين متتالية وراء بعض من واحد هجريا لحد تسع هجريا وبعدين يصوم عشوراء جاء البقى لإن بقيته إلى قابل تبع إن شاء الله السنة الجاية أصوم تسعاء مع عشوراء بس النبي ما صامش تسعاء لكنه حث على الصيام تسعاء إنما تسع سنين متصلة متتالية في المدينة المنورة كان بيصوم يوم عشوراء يعني بقرى إن شاء الله بإذن الله ننمي بقى الصيام النهاردة تسعاء وعشوراء خميس وجمع حلوين واحداشر كمان عارفين احنا خلينا نسمع الشيخ صحابي الأول وبعدين نقول مراتب الصيام مراتب الصيام إلى القدوس إلى القدوس قد وجهت واجهي وأسلمت القياد إلى الخبير وللسبوق أهفو في حنين لأحضاب الأمان وبالسرور وفي ساح الجلال رأيت نورا يضيء القلب ليس كأي نور وهامت في رحاب الله روحي مسبحة تغردك الطيور مسبحة تغردك الطيور إلى مولاي إلى مولاي قد سلمت أمري ففي يده مقاليد الأمور إلى مولاي قد سلمت أمري ففي يده مقاليد الأمور فيا عوني ويا ساندي ويا جاهي إذا عز النصير فكن نصيري الله يفتح عليك شيخ سوهاجي والله الجميل الله يفتح عليك ويكرمك حبيبي والله فرعون بغى في الأرض بنبتاح اسمه بنبتاح فرعون كان بنبتاح بغى وطغى إن فرعون على في الأرض شوف من أكثر القصص ذكرا في القرآن الكريم قصة نبي الله موسى هذه المؤدئية عانى سيدنا موسى لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل قصة موسى سلواه فلما كان يتعرض لأذى عليه الصلاة والسلام إحنا لما حد يموت عشان بس أشرح لولدنا لما حد بيموت له حد فأهل الميت بيبقوا زعلانين أوف ابن العرب بنقول يا رب أنزل عليهم الصبر والسلوان السلوان يعني التسلية يعني حاجة تطيب خطرهم يعني ويا رب طبطب عليهم يعني فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما يؤذى كأنه بيطبطب على نفسه عليه الصلاة والسلام يقول يرحم الله أخي موسى أوذي أكثر من ذلك فصبر كأنه بيواسي نفسه فمن أكثر القصص ذكرا في القرآن قصة سيدنا موسى إنه عانى جدا مع بني إسرائيل ومع فرعون إيه اللي حصل صوت الأعراف وقال الملأ من قوم فرعون قالت فرعون أتذر موسى وقومه ليفسده في الأرض ويذرك وآلهتك شوف الحشة بتاعته بيقول له أنت هتسيب موسى وبعدين فرعون يقول لي إني أخافه جمع الناس بقى في المؤتمر بتاعه بيقول إني أخافه أن يبدل دينكم أو أن يظهره في الأرض الفساد شوف المجرم فرعون بيقول على سيدنا موسى إنه هو اللي هيظهر في الأرض الفساد وفي بداية صورة القصص الله يقول إن فرعون على في الأرض وجعل آلها شيعا فرعما بينهم يستضعف طائفة منهم اللي هم بني إسرائيل يذبحوا أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين فربنا قال عن فرعون إنه من المفسدين يقوم المفسد ده فرعون يجمع الناس والحش بتاعته ويقول لهم ذروني أقتل موسى ليه يا فرعون أوه موسى زعالك بحاجة ده فاجر ما ده فجر صحيح فرعون ده كان فاجر يعني شوف يعني مش كفاية كله اللي عمله ده قتل ودبح وقص ملأ كمان وعيد ذروني أقتل موسى تبليه تقتلوك إني أخافه أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد شوفوا الجبروت والطغيان بقى موسى اللي هيظهر في الأرض الفساد رغم أن موسى إيه كان قريب جدا منه في الأول وكانوا جنب بعض على طول وكانوا بيعتبروا ابنه ده هو سيدنا موسى وإنما مردته قالت له خرة عين اللي ملك ده سيدنا موسى متربي يعني انقلب على موسى بعد كده سبحان الله وهو فرعون في مرة من المرات بيقول لسيدنا موسى ألمنا ربك فينا وليدا ليه بقى؟ هل كان خايف على أن هو الإله فلما يجي موسى يدعو للتوحيد ده معناها أن العرش تحت قدم وحيهتز مبدئيا مبدئيا لابد أن يعلم الناس أن الصراع بين الحق والباطل سيظل إلى يوم القيامة والله يقول ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض فمسألة أنه هو ليه الناس كده هي ليه الناس تغيرت هي ليه نفوس الناس كده ما ده شيء طبيعي الصراع بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة لكن كتب الله تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز صح ولا لا صحيح كتب الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم ففرعون على في الأرض وهامان وقال الملء من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم يعني هقتل أبناء بني إسرائيل كل ذكر يتولد أنا أطع رأبته ونستحيي نساءهم هيترك البنات أحياء فكانت كل واحدة حامل من بني إسرائيل موجودة في أرض نصر بتولد ولدت إيه ذكر بيطع رأبته ولدت بنت يسيبوها بعدين قالوله لا الوضع كده مش هيستمر فقالوله يا فرعون البالة كلها هكون ستات إحنا نقتل عام نقتل عام هو نترك عام فمشي على هذه المعادلة لأنهم قالوله أنه في علم الكتاب أنه هيولد ولد من بني إسرائيل ملكك حيتدمر على قدية فإلا يبقى أي حد يتولد من بني إسرائيل هيأطع رأبته ومصر كان فيها تنين فيها الأقباط اللي هم أهل مصر اللي هم أصحاب البلد اللي هم السكان الأصليين وبنوا إسرائيل دول اللي هم جاء من بره وأول يهودي وطأت قدمه أرضى مصر سيدنا يوسف أول واحد من بني إسرائيل أخبات إزاي وكان سيدنا عيسى بوعث آه لا ما هو كلمة قبطي يعني مصري يعني إيجيب إيجيبش يا أبناء آه مش قبطي يعني مسيح لا 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 كلمة قبطي يوضح بس عشان بس الناس تتفرج كلمة قبطي يعني مصري آه واضح يا حضرات مصري بقى مسلم مصري مسيحي مصري يهودي يبقى كان في مصر المصريين إيه اللي جاب أبناء أبناء إسرائيل اللي هو أبناء يعقوب وهو إسرائيل اللي هو يعقوب سيدنا إبراهيم خلف ولدين اتنين إسماعيل وإسحاق إسماعيل ما جاش منه إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإسحاق إسحاق عمل خلف يعقوب ويعقوب خلف 12 ولد منهم يوسف الـ 12 ولد منهم يوسف الله يكرمك الـ 12 ولد عملوا 12 صبت 12 عيلة يهودية أول واحد نزل أرض مصر من بني إسرائيل قلنا إسرائيل يعني إيه اللي هو يعقوب اسمه إسرائيل إسراء يعني عبد وإيل هو الله عز وجل دي بالعبرانية فسيدنا إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب لما خلف 12 ولد جي سيدنا يوسف القصة حنا عارفينها بقى فجي أول واحد من أبناء إسرائيل نزل مصر كان سيدنا يوسف بعد كده لما سيدنا موسى مسك خزائن الأرض هنا في مصر ورفع الله شأنه سبحانه وتعالى سيدنا يوسف سيدنا يوسف طبعا هو مرفوع الشأن لأنه نبي وقال اجعلني على خزائن الأرض بعت جاب إخواته ونزلهم في حتة في منطقة اسمها صفت الحنة بمحافظة الشرقية شوف فقعدوا بقى عاشوا في مصر تنهم بقى يتكثروا 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 لحد ما جي منهم سيدنا موسى تمام اللي هم 12 سبت دول لما جي بقى مهمة موسى لما بوعث رحل فرعون هو سيدنا موسى بوعث للمصريين ولا لبني إسرائيل لبني إسرائيل نبي بقول كده وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبوعثت أنا كافة أو عمم كافة للناس كلها فسيدنا موسى عليه وعلى نبينا وجميعا بياله أفضل صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بني إسرائيل ومن بعد موسى جاء عيسى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم كم أنتم مصدقا لما بين يدي من التورة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عشان تبقى الناس معلشه والتاريخ أحيانا بيبقى صعب السنة سهلت لا جدا جدا طب الحمد لله فجي سيدنا موسى كشوا على فرعون أيوة كان مهمته إيه بقى مهمة موسى إيه أنه بوعث لبني إسرائيل ولا للمصريين لبني إسرائيل جميل أول فرح لفرعون قال له أن أرسل معي بني إسرائيل أنا عايز أخذ أهلي وهخرج بيهم من مصر فرعون قال لا مكان بيستضعف بني إسرائيل كان مستعبدهم كان مستخدمهم هنا في مصر وربنا قال لا 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 ربنا مرضاش بالظلم ولا الضعف ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض اللي هما بني إسرائيل دول فأوحى الله إلى موسى خلاص خد بقى أنت مش هتنجو من بطش فرعون بني إسرائيل مش هينجو من بطش فرعون خد بني إسرائيل واطلع بيهم فأسر بعبادي ليلا اهرب بيهم يا موسى السرى هو السير ليلا كان سيدنا موسى في الوقت ده كما تذكر الرواية التاريخية أنه معه حوالي 600 ألف فوق نصف مليون مؤمن فاخدهم فوق نصف مليون خدهم ويهرب بيهم بقى من مصر بيهم من مصر فرعون أعرف ففرعون خد جنوده وجير بسرعة عشان يدرك سيدنا موسى وصل سيدنا موسى عند البحر الأحمر النقطة دي موجودة لحد النهاردة في جنوب سيناء عند حمام فرعون وصل عند النقطة البحر قدامه والعدو مخلفه طبعاً بنوا إسرائيل مع سيدنا موسى أحدثهم اللي القرآن مسجلها معظمها أحاديث غير لائقة غير لائقة ادعوا لنا ربك مش ادعوا لنا ربنا شوف يا موسى إننا لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك ايه اللي تزوء يقولوا فادعوا لنا ربنا شوف فلما وصلوا عند البحر قالوا يا موسى إننا لمدركون قال كلا إن معي ربي تب ليه ما قالش إن معنا إن معنا ربنا قال إن معي يا ليه لأنهم كانوا أولاة الزوء قوي فكل ما يتكلموه إن الله يقول لكم أن تذبحوا بقرة ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه ادعوا لنا ربك ايه ربك ربك هو رب موسى مش ربكم تقولوا ربنا فلما جواهم عند البحر بقى وقالوا له إننا لمدركون إحنا هنغرق قالهم كلا إن معي يا ربي ده خلافا لأصحاب محمد وده الفرق ما بين أصحاب محمد وأصحاب موسى أصحاب محمد زي سيدنا أبو بكر أنا صديق وهو مع النبي في الغار وسيدنا أبو بكر يقول لي ورسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه إله رأينا ده حيشوفونا فقاله لا تحزن إن الله معي معنا قالوا إن الله معنا يا سلام أصحاب النبي شوفوا إن الله معنا كلنا لكن هنا إن معي يا ربي إن معي يا ربي لأنهم طول الخط يقولون ربك 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 Warrior لو قالوا ربنا كان قالهم إنه معنا ربنا كلنا فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر سيدنا موسى في اللحظة اللي بيقولوله إننا لمدركون السيناريو ما كانش معاه وهو خارج بيهم فأسر بعبادة لينا ربين قال له خد بني إسرائيل ويهرب بيهم من بطش في العون السيناريو مش معاي يعني ما تقلوش في بادئ الأمر أنت هتخرج وهتوصل عند البحر الأحمر وأول ما تشوف البحر الأحمر وتنسى العصة بتاعتك خد العصة معاي وأول ما توصل البحر الأحمر ضرب البحر بعصاك لا كل دا كان بيجي لسيدنا موسى لحظة بلحظة فأوحينا إليه الفاء للتعقيب والسرعة يعني هم قالوا له إنا لمدركون العدو خلفنا والبحر أمامنا فقال كلا وكلا ما تتقلش إلا للمغمل كلا ردع وزجر ما تتقلش إلا للمغمل لما قال له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا النبي ما قال لهش كلا قال له لا تحزن إن الله معنا ما قالهش كلا إن الله معنا لإني كلا بتتقلل للمهمل شوي ما عادة كلا واحدة في القرآن كله اتقالت على سبيل العتاب الرقيق لما ربنا بيقول اللي سينا النبي عليه الصلاة والسلام كلا إنها تذكرة والقرآن كله حضرت النص الأول الخمستاشر جزء الأولانين ما فهمش كلا طب هنقف عند أول كلا جات في القرآن في سورة معه نقف عند نقطة كلا إن معي يا ربي سيهدين وإن هو حيضرب بعصها البحر إن شاء الله ناخد جزء كده ابتهال كلا ابتهال ونطلع فاصل ونكمل نقف عند نقطة العصر البحر سيدي يا رسول الله أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سامت بك قد سامت وتزينت لسراكا وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور سناكا وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك ماذحا لعلاك والأنبياء وكل خلق في الوراء والرسل والأملاك تحت نواكا المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء أشكل مين وقد وحالي وأول مين النبي غالي أشكل مين وقد وحالي وأول مين النبي غالي إيه اللي غير أحوالي غير الغرم برسول الله المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء طل عمري باتمن أشوفك وانظر جمالك وأبوسك طل عمري باتمن أشوفك وانظر جمالك وأبوسك صبرت نفسي بأحاديثاك وأول أبو الدفل لأراه المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء الله يفتح عليك سهاجي الله يفتح عليك فاصل أنا أود أهلا بحضراتكم مرة تانية وما زلنا مع هذه الليلة الجميلة وبنحتفل بذكرى عاش وراء وكنا لسه بنستمتع ونستمع إلى مولانا الشيخ رمضان وبيحكي لنا عن كيف ضمر الله فرعون الظالم الكافر الذي حاول أن يعني يفتك بالمؤمنين وسيدنا موسى وكان عبرة لمن يعتبر صحيح يعني سبحان الله خرج سيدنا موسى بمن معه من بني إسرائيل طبقا للأمر الإلهي أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون هما فرعون ورجالته حيمشوا راك فوصل سيدنا موسى بمن معه لحد ما وصل عند البحر وفرعون وجنوده اتبعوا فعلا سيدنا موسى ومن معه فقال بني إسرائيل يا موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي يا ربي سيهدين وفعلا ودي رسالة لكل إنسان مؤمن إذا كانت دولة الظلم ساعة فدولة الحق إلى قيام الساعة وإن المؤمن لا ييأس ولا تقنطه من رحمة الله وطول ما فوق السمى رب ما يشقاش تحت السمى عبد أنا بوجه رسالة إلى كل مظلوم أيها المظلوم لك رب لا تغفل عينه ولا تنام وأعظم آية في القرآن كله آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا نوم لك رب يقول في القرآن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لما فرعون بطش ببني إسرائيل ويذبح أبناءهم ويستحي نساءهم تخيل حضرتك فرعون يقولي وإنا فوقهم قاهرون حنقهرهم فسيدنا موسى قال إسعدت قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا يعني أي إنسان مظلوم أجل أقول له عايز تتعامل بقى تتعامل بإيه إزاي تتعامل مع الظالم إنك تستعين بربنا وإنك تصبر قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والله العظيم الأرض بتاعت ربنا والله الملك بتاع ربنا يؤتي الملكة من يشاء وينزع الملكة إيه ممن يشاء وإحنا إحنا في أجيالنا شفنا دول لما شفناهش دكتور عمر يعني لما بنتكلم عن تاريخ ماضي ربما يقول لك ده كان سنة كام ده يا فين ده كام سنة قبل الميلاد إحنا النهاردة 2015 إحنا بنتكلم القصص ديك وليه قبل الميلاد بقرون ده من أين سيدنا موسى يا سبحان الله ومثبوتة عندنا في القرآن الكريم لكن الحمد لله إحنا الحد وقتنا هذا بنشوف آيات لا تتحقق صحيح فعلا والله كل الله هم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء خد بالك من اللي جاي بقى وتنزع الملك نزع وتعزه من تشاء وتزله من تشاء تعزه من تشاء وتزله من يشاء بيدك الخير فالأمور كلها بيد الله تبارك تعالى يا موسى إننا لمدركون قال كلا ليه ما تنسوهش إنما يا ربي سيهدين خلاص هو تبرأ من حوله وقواته إلى حول الله وقواته فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق ركز في اللي جاي بقى فكان كل فرق كل ده كل دي الحاجة كتيرة للكثرة كل فرق كالطوض العظيم لأن البحر ما تقسمش طريق واحد طرق 12 طريق ما هم 12 صبت يعني افتح البحر 12 طريق يا دكتور عامل ما هو شوفها القرآن يقول عن البني إسرائيل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يعني هو الخلاف كمان ما بينهم فهم 12 صبت كانوا دايما على خلاف الـ 12 دول معنهم يرجعوا إلى 12 أخ لا فكان كله فرق كالطوض العظيم تخيلوا حضراتكم بقى يتقسم 12 طريق وكل عيلة تنزل من طريق وبعدين ويمشي في قلب البحر وتبقى المية جابه كده زي جاب المية مش في قلب البحر سبحان الله بعدين فرعون جاه ينزل هو وجنوده وراهم فأمر الله البحر أن يعود كما كان القرآن يقول فأغرقناه وجنوده هو وجنود بتاعته كله غرق غرقه ماتوا يعني ماتوا بس إلا فرعون بقى يغرق وعايزينه بقى إزاي يعني فاليوم ننجيك ببدنك لحد النهاردة تشوفوا جسد فرعون معانا صورة جسد فرعون رغم مروء ألاف السنين سبحان الله وما زال الجسد موجود صدق الله فاليوم ننجيك ببدنك ليه يا رب لتكون لمن خلفك آية عبرة كل ظالم نقول له أهو فرعون فرعون ده اللي قال أنا ربكم الأعلى السورة هي اللي قال أنا ربكم الأعلى يا سبحان الله ألاف السنين والقصة هي وعليها أثار الغرق والقرآن يقول وده إعجاز قرآن فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون سبحان الله يوم عشراء بيذكرنا بنعمة الله تبارك وتعالى بيبقى أنس لكل مظلوم لا تحزن فلك رب لا تغفل عيناه ولا تنام لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنام اللي عايز يصيب السنة السنة تلت درجات يا دكتور عام أعلى درجة إن السنة تسعة محرم اللي هو غدا إن شاء الله وعشرة محرم وحداشر محرم دي مرتب الصوم بقى دي أعلى الرتبة الرتبة الدرجة التانية إنه واحد يقول لا أنا هصوم تسعة محرم وعشرة محرم بس الدرجة التالتة إنه يقول لا لا بصوا أنا بصوم يوم بالعافية قلت لكم عندي يوم حصومه اللي هو يوم عشرة محرم اللي هو يوم عشراء طيب لنا أجر بهذا الصيام لنأجر بهذا الصيام النبي عليه الصلاة والسلام قال أحتسب على الله أن يوم عشراء ده يكفر السنة الماضية زي ما حضرتك تفضلت في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم لا يصمن أحدكم الجمعة إلا يوما قبل أو يوما بعد سؤال أخير قبل ما نستمع الشيخ السواجي وندعوه من يفدأ الحزن والتخاذ يوم عشراء مأتمن والنياحة فيه ولطن الخدود وشق الجيوب والتعزي بعداء الجاهلية بسبب قتل حسين دي بالوسودة نعم صح صح دي بالوسودة لأنه أنتم عارفين حضراتكم أنه من الأحداث التاريخية التي وقعت في يوم عشر محرم مقتل سيدنا الحسين ابن علي أحد سيدة شباب أهل الجنة أحد ريحانة يا رسول الله أحد ابن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي النبي قال عنه حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا كان النبي يعشق الحسين سيدنا الحسين تولد سنة طبع هجريا ومات وقتل استشهد في قربلاء في عشر محرم سنة واحد وستين هجريا سيدنا الحسين النبي مرة من ذات المرات دخلوا عليها فلقوا الحسين في حجره وبيجهش في البكاء يعني بيعيط بحرقة عليه الصلاة والسلام فقالوا له إيه يا رسول الله خير قال أتاني جبريل جبريل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي شايل الحسين في حجره والحسين بيلطف النبي والنبي بيلطفه بيهزره يعني مع بعض فالنبي الجبريل قالوا أتحبه أنت بتحبه يا محمد تحب الحسين فالنبي أعرب عن مدى حبه للحسين قال له هل تعلم يا محمد أن أمتك ستقتله تعرف أنه هيتأتل وحمل إليه طربة من العراء من كربلاء كربن وبلاء فصارت كربلاء اللي اتدبح فيها سيدنا الحسين فإحنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا ليس منا من لطم الخدود لسمح الله وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية فاللي هيجي يوم عشر محرم هيجي يقول لي والله إحنا حزنا على الحسين طيب وإحنا ما إحنا حزننا لفقدان رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن بنعمل إيه بنتبع سنة رسول الله اللي بيحب الحسين يقلد الحسين كان الحسين أكرم الناس الحسين كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا في أربعة أربعة كانوا شديد الشبه برسول الله خلقا يعني ملامح الجسدية أربعة منهم سيدنا الحسين من سيبدأ لغزة للسادة المشاهدين سيدنا أبو سفيان ابن الحارث ابن عمه اسمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطالب ابن عم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا الحسين ابن عليه كان يشبه النبي جدا طيب فاضل كم واحدة وسيدنا بقى اتنين بقى اتنين طيب سيد المشاهدين اللي هيعرف اجابة هو شيخ المده اربعة شديد الشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام اربعة شديد الشبه برسول الله اللي هيعرف مين الاربعة هو قال اتنين فاضل اتنين مزبوط قلنا سيدنا الحسين بن علي وسيدنا ابو سفيان بن الحارث ابو سفيان بن الحارث ابن عم سيدنا النبي اسمه ابو سفيان بن الحارث بفضل اتنين اللي يعرف الاجابة يخش على صفحتنا على بوضوح على الفيسبوك وان شاء الله في الحلقة القادمة هنعلن اسم الفائز بعمرة مقدمة من البرنامج للفائز يا سلام طيب انا ممكن اقول دلوقتي يا جماعة اللي حيفوز طيب انا هقول لحضراتكم على حاجة يا حضرات احنا ربنا منع علينا بالصحبة الطيبة والدكتور عمر ربنا منع علينا وكنا بنحج مع بعض وسبحان الله فاكر احنا في الحج واحنا في مدينة رسول الله كان بيقول لي عايزين نعمل حاجات في بوضوح كده وفي حاجات ناس ما تعرفاش فاكر يا دكتور عمر حكلمنا عن ايه اه قال البيت ايوه الله يسعدك ان شاء الله انا ما نفتح ملف قال البيت اذا احنا قلنا اتنين فاضل اتنين اربعة شديد الشبه بالرسول الله على الست قلنا اتنين فاضل اتنين اللي هيعرف اتنين تانيين يفوز بعمرة ان شاء الله والتنين من قال البيت هناخد الاجابات على صفحة بوضوح قدام كويت على الهوى وان شاء الله الحلقة القادمة نعلن اسماء الفائز واحد فائز حيفوز بعمرة طب والله يا جزاك الله خيره خيره وبركة مقدم من واحد من الناس شفت بركة عشراء وان شاء الله نبقى نعمل ده بعد نعمل ده على طول ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله هتحب تختتنين بايه قبل ما ندعي مدح النفس والراصل رضي حبي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاول من الأهوال مقتحمي فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم فهو الذي تم معناه فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسامي أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسمي كالزهر في ترف والبدر في شرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همامي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم والدهر في كرم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد صلي يا ربي عليه صلاة تزيل بها عنا الهم والغم والحزن والمخاوف والأوهام صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام صلاة تحفظنا بها من نوائب الدهر ومن تقلبات الليالي والأيام صلاة تحرسنا بها في اليقظة والمنام صلاة تسترنا بها بسترك الذي من استطر به لا يضام ونسألك يا الله أن تجمعنا بنبينا وحبيبنا في خير مقام وأكرمنا اللهم برؤيته في المنام وارزقنا جواره وحسن الختام اللهم ببركة الصلاة على رسول الله صب على بلادنا الخير صبا صب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ادفع عن مصرنا المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين واغفر اللهم لنا ولوالدين ولوالد والدين أحياء وأمواتا ولأصحاب الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واشف مرضانا يا ربي اشف مرضانا يا كريم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ولا تخيب رجاءنا وعلى الإيمان توفنا وأنت راضٍ عنا يا ربي نسألك الرضا يا ربي نسألك الرضا والعفو عما مضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحبوا العفو فاعفوا عنا واخروا دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جمعنا وكل عام وحضراتكم بخير شكرا جزيلا للمنشدة دي الشيخ محمد سؤاجي شرفتنا والشكر بنتصل بفضية العالم الجليل الشيخ روانا عبد معيزه كل عام وحضراتكم بخير وأنت بخير شكرا محمد كل عام أستاذ المشاهدين بخير وصحة وسعادة ونوصيكم بصيام تاسعاء وعشراء وربنا رب تقبل منا صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير في العية الله